وقف اجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية اليوم برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي على الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد وخطة التطوير الجارية لتحسين الأداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والأمن ورفع كفاءتها في ردع الميليشي الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونائبه عبدالله العليمي إلى تقرير حول إنجازات اللجنة الأمنية والعسكرية منذ تشكيلها وأشاد بما حققته من نجاحات خلال فترة عملها الماضية وما يعول عليها من أمال متطلعات في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن ثقته في أن تمثل مخرجات اللجنة الأمنية نقلة مهمة في القدرة على الاستجابة الجماعية للمخاطر وتنفيذ الأوامر والتعليمات القيادية